من الأخبار الحقيقة السعيدة أنه ما يكونش فيه قايمة انتظار لعلاج فيروس C أظن من الحاجات اللي إحنا نجحنا نعملها هي علاج فيروس C وأنا الحقيقة معايا دكتور جمال الشيحة رئيس لجنة البحث العلمي بالبرلمان مساء الخير يا دكتور مساء النور يا فهنا نعلم أظن ده بيبقى دايما من الأخبار السعيدة أن إحنا نكون نجحنا أن إحنا على الأقل نحاصر هذا المرض بشكل جيد تمام إيه الأخبار اللي عندنا حول هذا المرض يا دكتور أحنا أول مبارح سيدة الأميس في ميت بدر حلاوة أعلننا ميت بدر حلاوة القرية رقم 14 في مصر خالية من فيروس C أعطيك التذكير أن احنا احتفالنا من حضرتك يوم 7-5 بعشر قرى خالية من فيروس C أول مبارح كنا بنحتفل بالقرية رقم 14 وكان الاحتفال في القرية نفسها لأن ميت بدر حلاوة دي قرية ضخمة يمكن تصل إلى 40 ألف مواطن كنت تشوف السعادة والبهجة في عيون أهل القرية وهم عاملين الاحتفال أن هذه القرية الضخمة لم يعود فيها أحد عنده فيروس C والناس كلها تعالجت وكادت فرصة علاج فحكاية أن القرى المصرية اللي هي فيها أكبر نسبة من فيروس C أصبحت الحمد لله بدأت المسيرة وكل يوم في ناس بتتعالج وكل أسبوع أو أسبوعين في قرية بتخلص ومصر كدولة بقى مش جمعية أهلية مصر كدولة بنفتخر أن احنا في 2015 عالجنا قد للعالم كله عالجه وفي 6 شهور في 2016 عالجنا أيضا قد للعالم كله عالجه وفي نهاية 2016 ممكن المصريين يتخروا أن الدولة المصرية والشعب المصري عالجوا في سنة واحدة قد بعض للعالم كله عالجه فحضريك أنا مقصود جدا من التكلمة عن السعادة والفرحة والبهجة في موضوع فيروس C السعادة والفرحة والبهجة حاضرة المصريين نعم بعد ما كان مرض بيقرقنا بشكرك دكتور جمال شيحة رئيس لجنة البحث العلمي بالبرلمان